العراق وأزمة مالية مرتقبة حيث يجري الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود إلى 650 دينار للتر البنزين الواحد من الجودة العادية والف دينار للمحسن كما أبلغت بها محطات تعبئة الوقود والذي سيجري تطبيقه مطلع العام المقبل بسبب الضراب التي ستفرض كما ورد في موازنة العام 2021 اليوم الصبح تدافع البنزين اتفاجأت في البوزرشي اللي دي دير البنزين يعني دي سولف قال اللتر البنزين العادي راح يكون ب 650 دينار والمحسن ب1000 دينار زين ما يخالف الجوزاني عندي امكانية اليوم ادير زين اللي على باب الله ابو التاكسي اللي ما عنده الشون هذا القرار اللي يخص الوقود هذا متعلق بأمور تتفرع من هذا هواي أمور اقتصادية أولا راح عنده شي يصير عند النقل البضائع راح يصعد المبالغ السلع راح تصعد ليشنا راح يترتب عليها النقل راح يصعد فجأة الناس نامت وقعدت ان الحكومة رفعت صرف الدولار انه اللي يشتري له باكيج جاير او يشتري له كيلو تمن لقاه بسعر مغاير للي كان يشتريه هذا المواطن او هذه الشركة او صاحب الصالة او صاحب المول او اي شخص بهذا الوطن ما مهيئ الهيج تغيير فجائي خبراء الاقتصاد يشيرون الى ان سياسة الحكومات الاقتصادية بعد العام 2003 المعتمدة على اساليب خاطئة في ادارة الملف الاقتصادي قد ادت الى تعقيد الوضع المالي ومن بينها الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بالاضافة الى رواتب الموظفين والتي تعتبر مشكلة اضافية بسبب العدد الهائل للموظفين واصحاب العقود لا ها ثلث الرواتب ستقصم ثلث الرواتب لانه ستقصم 50% من مخصصات اللي استحقها وستزيد الضرائب على المتبقى من الراتب قبل الضرائب تفرض على الراتب الاسمي الان ستفرض على الراتب الكلي بالاضافة الى نتأثرهم بما يجري بالسوق لان ارتفاع سعر الصرف سيؤدي الى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية باعتبارا نستورد اكثر من 85% من حاجتنا حاجة السوق المحلية نستوردها من الخارج هذا راح يؤدي الى ارتفاع الاسعار باكثر من الزيادة اللي حصلت بسعر الصرف يعني سعر الصرف سيرتفع بحدود 20% نتوقع الزيادة بالاسعار تكون بحدود 40% لانه ايضا التاجر ما عند اطمئنان للحكومة ستتوقف عند هذا الحد وتشير التوقعات الى ارتفاع اسعار السوق العراقية بنسبة قد تصل الى 40% وبالتالي فان نسبة الفقر في العراق ستتأثر بتلك المتغيرات الاقتصادية والتي من الممكن ان تصل الى 70% كما اشار متابعون ندى المرسوم من بغداد التغيير اشتركوا في القناة